لا قوتها إلا بالله ياه مرحبا والله بدكتور الله يحييكم جميعا الله أني مبسوط يعني بشكل ما ذا تخيله الله يرضى عليك لأنه من زمان ما شفتك الله يحفظك ثاني استجابتك ويظه الله وجهك سريعة مع أخوك أنا ما أقدر أرد لك طلب الله يرفع قدرك واتزاك خير وعد القناة بداية لها خصوصية أي ذكريات وحنين بتفاصيل كثيرة أي والله ما ننساها الله يحييك الله يحييك والساعة المباركة والله يا مرحبا يا مرحبا يبارك في الزملاء والإخوة الله يحفظكم إن شاء الله يبارك فيه الوجه الطيب المباركة فيه دكتور فيه بعض الشباب هنا موجودين ونعم وفيه بعضهم ونعم كذلك من خرشة دائما أروعهم طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله مشاهدينا مع فقرة غيمة وهي غيمة واليوم وجود دكتور طارق الحواس زادها جمالا وبهجة سراحة وأكيد جمهور قناة بداية الفضائية من 13 إلى 15 سنة يعرف هذا الوجه جيدا ما شاء الله ما تغير بجماله وحلاوته وسامته وعلمه وأدبه وأخلاقه وكل شي جميل لقيناه في الدكتور وهو باقي كما عهدناه لا أودك توخر على الكاميرا عشان ما فقع وجه البعيد في اليوم أنا وصوت جدا بدكتور طارق الحواس لأنه متابعي قناة بداية يعرفون هذا الرجل زين ويعرفون حضوره في سنوات مضت من 13 سنة حواليها سلمت الأهن تبيض الله وجهك ذكريات حلوة جميلة في كل زاوية في كل ركن كان الدكتور طارق الحواس هو موجود بتفاصيل يعني غير أنه ضيف يعرف تفاصيل التفاصيل حتى خلف الكواليس يعرف المشاكل ويعرف كيف يحلها في إظه الله وجهه واليوم هو شرفنا ونورنا وأسعدنا صراحة بتواجده ووجوده معنا اليوم فراحبوا معي بالدكتور طارق الحواس تحية له حياتكم الله جميعا جاكم الله خير الله يحييكم جميعا فرصة طيبة ومباركة وأنا أشكر أخي شيخ ناصر على إتاحتها الفرصة لأنه أجدد العهد بهذه القناة الطيبة المباركة وأبارك لكم جمعكم هذا وإن شاء الله تنتج عنه نتائج تسر الجميع وشيخ ناصر أسبغ علي شيئا من الثناء والكلام الجميل وإن كنت لا أستحق أكثر لا تستحقوا زيانا لكن علاقتي بلا شك بالقناة علاقة جذرية ومتأصلة وسرعة استجابتي حقيقة للشيخ ناصر وطلبها حنيني إلى هذه القناة وإلى ما كانت تقدم وإن شاء الله ستستمر في تقديم ما هو نافع مفيد و جميل و متجدد و مبدع وفيه إثارة وفيه عطاء وفيه تعاون و تآلف فالحمد لله هو أن أبارك للقائمين على هذه القناة عودتها و أبارك الجمهور قناة بداية عودة هذه القناة راجع من الله أن يستمر عطاؤها بإذن الله بإذن الله يحييك طيب أنا ودي ترى اللقاء اليوم حبي أكثر منك وفيه موضوع ناقشة ونسول فيه لأنه دكتور طارق مننا وفينا فاليوم أبنائك يعني مقولين على برنامج ضخم وهو برنامج زد رصيدك وأنت تعرف الأبعاد للمشاركة المتسابقين في قناة بداية وما سيقدمون وما سيكون أمامهم من حضور وربما شهرة وربما تأثير يأما إيجابي يأما سلبي فأنت تعرف الأبعاد وودك اليوم يعني تقولهم شي في خاطرك وودك تقولهم خلب الكواليس لكن أنا أقول اليوم أعطها على الشاشة وعلى هوا مباشرة واش تقول لعيالك أولا أبارك لكم جميعا دخولكم هذا الماراثون وهذا السباق الذي يؤهد إلى دخول زد رصيدك الدخول إلى عالم الإعلام والفضاء المباشر خطوة ليست بالهينة يعني تدخل الإنسان في عالم جديد قد تواجهه بعض الصعوبات بعض الأمور لكن غالبا أنها تتذلل مع استمرار التجربة ونجاحها الحقيقة أولا أبارك للإخوة عزمهم على الدخول في هذا السباق للوصول في الدخول إلى زد رصيدك لأنها تعطي مؤشر على أن شخصية كل واحد تقدم المثابرة والرغبة في العطاء والرغبة في التجديد والرغبة في نيل حياة جديدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني مثل هذه البرامج الحية التي ترصد كل حركة تعطي الإنسان قدرة على ضبط تصرفاته ضبط كلامه ضبط مواقفه يستشعر مراقبة دائمة وبالتالي يحسب كل حساب لكل كلمة تصدر منه وكل موقف وهذا مهم جدا للإنسان في حياته العملية يعني ما أنا من أطعفه واصل كثير الأمر الثالث الحقيقة أنا شفت من أجمل ما يقوم في هذه البرامج هو الألف والمحبة التي تجمع المتسابقين إذا دخل الشيطان بينهم وصارت بينهم حزازيات وأمور شوي مقلقة تفسد روعة البرنامج طرح يانا النقد يا شيخ هم اللي يفتنون بينهم فقرة النقد صحيح هم يشبون بين الشباب إذا كان هذه داعمة للبقاء لا إشكال إذا داعمة للإثارة لكن أهم شيء النفوس سيكون طيبة أرى صور رائعة لازلت أذكرها من البرامج السابقة كان فيه بقاء نحيب على الفراق يدل على كانت ألفا ومحبة فأرجو أن بعض الأخطاء والهمسات التي تصدر ما تأخذ من بعضكم بعضا على أنها لازم نحمل جد وأنها مقصودة لا بل تأخذ بحبية وبيعني نوع من الرياضة المطبولة والمطلوبة أيضا مثل هذه البرامج يا شباب تتطلب من الواحد منكم أن يعطي أحسن ما عنده يعني حنا قد نسمع الشيء الكثير ولكن ما نحفظ إلا أحسن ما نسمع ولا نتكلم إلا بأحسن ما نحفظ فأنتم الآن مدعوين أمام هذا الجمهور الذي ينتظركم إذا دخلتم إن شاء الله زد رصيدك أن تعطون أجمل ما لديكم حتى ينتفع الناس بما اكتسبتم من هذا البرنامج هذه كأني دكتور مكريف همون الشباب أن نقدم مادة مثالية والآن اللي مرغوب ممكن أكثر عند الجمهور أن البساطة والعفوية والواقعية والترفيه صحيح فهل هذا صح أم لا هذا صح؟ نعم أنا أؤكد على هذا الجانب لكن فيه تعرف من ضمن برامج رصيدك تقديمة مسابقات أو مكلمات أو بحيانا برامج وأفكار هذه أتمنى يكون فيها إبداع فيها تجديد وإلا لا شك أن طبيعة البرنامج البساطة وخروج الإنسان على طبيعته دون تملق ودون تجمل مثل هذه البرامج أثمرت ناس الآن لهم عطاء في المجتمع لهم إبداع لهم حضور استحضار الإنسان أنه يريد أن يستفيد أكثر منه يفيد جيد أيضا يجعله يقبل أي معلومة يسمعها من هنا أو هناك عموما يعني أنا أبارك لكم هذا الحضور وسعيد والله برؤية هذه الوجوه وأشعر أنها كلها ماشاء الله وجوه تحمل المثابرة والعزيمة والهمة وإن شاء الله نرى منكم ما يسرنا ويسر المشاهدين طيب خلال نظرة الأولى يا دكتور ماشاء الله شباب كلهم مبدعين سراحة وشهادة تيفيهم مجروحة لكن أنا أخذ هذا السؤال خطئ يكون نحن نخذ نهاية الحلقة لكن في ناس بيودعون كم أقلكم يوم يا شباب؟ سبع أيام بيودعون ويبقون تقريبا ممكن خمسة أشخاص ممكن أربعة ممكن ستة على حسب ترتيب الإدارة لبرنامج زندر الصياد